اتعودنا على الكلام ده بشكل كبير ومش على العلق عليه كتير يعني في كل الأحوال يعني لكن الفترة اللي جاية من المؤكد وزي ما سمعنا ستصريح كابتن سيد عبدالحفيظ في المبراتين اللي جايين سواء مبرات سموحة يوم الخميسة أو المبرات اللي بعدية هتكون يوم الحد مع البنك الأهلي آخر مبراتين للنادي الأهلي في المرحلة الحالية في بطولة كاسر ربطة لعل لو عسى ممكن نتأهل كمان للمراحل النهائية بس مش هتجرى في الفترة الحالية المطشين اللي جايين حيشهادوا عودة بعض العناصر الأساسية ممكن تلاقي أفشب يلعب ممكن تلاقي حسين الشحات أحمد عبدالقادر اللعيبة المتاحة بالنسبة للجهاز الفني أعتقد علي اللطفي هيشارك برضو عشان تكسبهم شوية حساسية في الملعب قبل كاسر العلم الأندية وانت لسه مش عارف ظروفك هتبقى ماشية ازاي في كاسر العلم الأندية ده حسب الفترة اللي جاية ومستجدتها أعجبني جدا طريق التعامل مستر مسماني مع اللعيبة وشطوا بيهم يعني الحماس الكبير جدا اللي كان بيحاول يعني يخلاقه لهم في المباريات ثقة الكبيرة فيهم التعامل معهم على أنهم لعبة يعني كبار مستقبل الأهلي ثقة كبيرة من خلاله في مستوياتهم في أداءهم في طريقة اللعبة بتاعتهم التحية لهم بعد أي هدف بيحرزه هؤلاء الشباب يعني فتعامل مسماني كان بشكل مميز جدا جدا في المرحلة الحالية اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي لقطات من مران الأهلي النهاردة لقطات من مران الأهلي النهاردة واستعدادا للمرحلة اللي جاية أو بالتحديد للمبراطيوم الخميس أمام سموحها بكرة حيكون أجازة وده أول خبر حقوله حضراتكم بخصوص مران اليوم وده كان قرار من الجهاز الفني بخيضة مستر بيتسو مسماني في إطار البرنامج الموضوع للاستعداد للمبراطيوم المقبلة المبراطيوم الخميس ومعك فترة أو معك وقت يعني كويس لحد ما تش سموحها فالنهاردة كان فيه تمرين استشفائي كده شوية وبكرة حيكون راحة وبعد بكرة إن شاء الله الاتنين حيكون فيه تدريبات واستعدادات جديدة للأهلي لمبارات سموح النهاردة كمان مسماني اجتمع مع اللاعبين على هامش المران واتكلم معهم على أهمية المرحلة اللي جاية وأشاد كمان بأداءهم في المبارات المبرح وقال بعض مراحزاته القليلة جدا عن بعض النقاط في مبارات الأمس سواء فيما يتعلق بثلاث مبارات سابقة أو مبارات المبرح بالتحديد أمام المقاولون العرب وده كان كلام مسماني مع اللاعب النهاردة كابتن سيد عبدالحافيز كمان كان عنده اجتماع مع الجهاز الفني ويعني الأهلي دايما بيحب أنه يبقى مرتب وكل الأمور تبقى مرتبة بشكل كبير في الفترة اللي جاية فبالتالي الاجتماع كان مهم من كابت سيد عبدالحافيز لاستقرار ومتابعة كل الأمور الإدارية الخاصة بالفريق خلال الفترة اللي جاية تدريبات خفيفة تمام بالقرى لتفادي الإجهاد والنهاردة الفريق الأول كان بيعمل بعض التدريبات الخفيفة تحت إشراف مسماني والجهاز الفني بالكامل وبالتالي ده أمر مهم جدا عشان تجنبا للإجهاد قبل ما أتكلم معاكو